يبدو أن الخريطة السياسية للأحزاب الكبيرة والمعهودة باعتلافاتها منذ سنوات طويلة قد تغيرت من خلال رز قوائمها الانتخابية الحالية والسبب يكمن في حدوث شققات بين الكتل الشيعية والسنية والكردية برأي سياسيين ومراقبين وتوقعوا أن كل قائمة تابعة لهذه الأحزاب لن تحصد أكثر من أربعين مقعدا بل أقل من ذلك ما بعد الانتخابات حسب تقديرتهم هذا الكلام صحيح والاستطلاعات وقناعة الأحزاب والكتل تؤكد هذا الموضوع انشقاقات حزب الدعوة الحزب الإسلامي الحزبين الكرديين التحالف الوطني إجمالا كثير من القوى السياسية حقيقة تشتتت العوامل الأخرى التي تؤشر حصول القوائم الانتخابية الكبيرة على مقاعد نيابية قليلة مستقبلا هي تحديث سجل الناخبين البيومتري والتصويت الإلكتروني الذين سيحدان من عمليات التلاعب والتزوير خلال عملية الاختراع المقبلة بوصف خبراء في شؤون الانتخابية إضافة إلى ارتفاع أسهم الأحزاب المدنية والليبرالية سابقا كانت تحصل على ثمانين وسبعين وتسعين مقعد في الانتخابات الآن بسبب عدة عوامل منها مسألة استخدام طرق تقنية حديثة الكترونية في عملية الاقتراع سواء من التزجيل البيومتري أو في التصويت جهاز تسريع النتائج يعني جهاز الماسح الضوئي هذا سيقلل كثيرا من نسب التزوير عزوف الناخبين من التصويت للأحزاب السنية والشيعية والكردية محصلة أخرى تؤكد تدني حضوظ تلك الأحزاب بعد تجربة مريرة خاضها المواطن معها بوصف محللين ولذا ستعتمد على أتباعها والمستفيدين للإدلاء بأصواتهم لصالحها هذه الكتل الكبيرة المسيطرة الإقطاعية السياسية نفر منها الجمهور اليوم حتى لو تسأل الجمهور الشيعي لا يريد سياسين الشياء وكذلك السنة لا يريد سياسين السنة والكرد كذلك لا يريدون إذن هناك رفض جماهيري واضح جدا لهذه الكتل أما الشريع العراقي فكان منقسما بالرأي ما بين المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها لكن ما أصروا عليه ضرورة اختيار الشخصيات المناسبة لا نمثل حزب كبير أو قومية أو طائفية ننتخب من يخدم البلد ويخدم البلاد لأننا عانينا ما عانينا في هذه السنين السابقة ننتخب من ننتخب نفس الوضعية نفس الحطة المعامل يعني حالة يرثى عليها هناك مناطق لا مسؤول يعني لا أحد يطبلها يفكر بس بنفسها وبالكرسماتها وبجمعتها بس إذن تدني حضوض الأحزاب الكبيرة في الانتخابات النيابية المقبلة كانت من ضمن المخاوف التي دفعتها إلى رفع شعار الأغلبية السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة بوصف سياسيين زياد نهادة الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر